أهلا وسهلا بكم في الجزء الأول من المحاضرة الخامسة من مقرر تقنية تصوير الطبي المحاضرة الخامسة من موضوع التصوير بالأشعة المقطعية المحتوى المحاضرة الخامسة هتكون من أربع أجزاء أول جزء هيتكلم على فكرة العمل الجزء الثاني يتكلم على أنواع التصوير بالأشعة المقطعية وتطبيقاتها الجزء الثاني يتكلم على تعريف بالأجهزة الحالية وقراءة الصور الجزء الرابع والأخير يتكلم على عوامل السلامة في تصوير الإنسان هنركز في الجزء الأول على فكرة العمل كمقدمة للأشعة المقطعية نحب أن نعرف الأشعة المقطعية أن هي طريقة لتصوير مقطع أو شريحة في الجسم احنا شفنا في الأشعة السينية كان بيطلع لنا صور بشكل ذا كده بيبقى فيه تراكب للأعضاء الداخلية في نفس المكان في الصورة يعني هلاقي مثلا المكان اللي هو الموجود هنا دوت هلاقي أن فيه القلب موجود و هلاقي أن فيه القفص الصدري موجود هلاقي تحتيهم الرئة كمان موجودة و ده طبعا بيعقد التشخيص بتاع الجزء دوت لو فيه أي حاجة فيها تغيرات ولو طفيف فطبعا يعني احنا عايزين في الآخر نحصل على مقطع حاجة بالشكل ده كده اللي بنحصل عليه بقى من الأشعة المقطعية اللي بتكون كل نقطة فيه الحقيقة أي نقطة موجودة في الصورة دي بتمثل نقطة حقيقية داخل الأنسجة يعني النقطة اللي موجودة هنا دي معناها أن النقطة دي لو لونها مثلا رمادي بقى معنا كده أن النقطة دي فعليا في الواقع بتمانع مرور الأشعة الصينية بشكل معين وشكل معين ده ممثل بدرجة اللون الموجودة دي لو جبنا نقطة تانية نفس الكلام برضو كل النقطة بتعبر عن مكان محدد ما فيش أي تراكب بين الأعضاء في الصورة بتاعة الأشعة المقطعية الأشعة المقطعية ممكن نلاقي منها نوعين هي ممكن نلاقي منها أكتر من أنواع يعني كأسامي بس كنوعين أساسيين جدا إنه ممكن يطلع لنا صورة بالشك ده كده تعبر عن قياس مرور الأشعة وطبعا إحنا عادة بنستعمل الأشعة الصينية عشان تقدر تخترق الجسم فبيطلع لنا نفس الفكرة بتاعة الأشعة الصينية العادية هنا بقى بيطلع لنا كل نقطة من هنا بتدينا فكرة عن ممنعة مرور الأشعة الصينية هنا مقدرها الدين ممكن برضو نحن نعملها بطريقة أخرى نحن نعملها كأشعة مقطعية لقياس الإشعة من الجسم يعني بدل ما أنا كنت بمر الأشعة الصينية وأطلع يعني صورة بتاعة أشعة مقطعية لا دلوقتي هحقن مادة مشاعة والإشعاعات يطلع من الجسم هي دي اللي هستعملها علشان أصور داخل الجسم فدي النوع التاني وهنشوف أمثلة عليه الحقيقة في طريقة الأشعة المقطعية المبنية على إشعاعات البوزيترون ودي الحقيقة طريقة منتشرة جدا ولاقي أهمية كبيرة في تطبيقات كتيرة هنبتدي أول حاجة عشان نفهم فكرة الأشعة المقطعية هندي مثال بصري لو أنا دلوقتي عندي حديقة بالشكل ده كده فيها شجرتين لو أنا أخدت صورة واحدة بس للحديقة دي هل أقدر من الصورة الواحدة دي أقدر أحسب مكان الشجرتين في الحديقة دي لو أنا بصيت مثلا أحطيت رسمة للحديقة بالشكل اللي احنا شايفينه هنا دوت كده لو أنا صورت من الجانب دوت هلاقي إن فيها عندنا دلوقتي تراكب للشجرتين فوق بعض يعني الشجرتين موجودين أكنهم في نفس المكان هل من الصورة دي الواحدية أقدر أحسب مكان الشجرتين بالضبط فين؟ فطبعا هنا أنا أقدر أعرف إن هما مكانهم في الاتجاه دوت مكانهم هنا بس ما معديش أي فكرة تقولي في الاتجاه اللي هو العمودي دوت إن المسافات بينهم قد إيه ولا مكانهم فين بالضبط طب لو أنا أخدت صورة من الجانب الآخر دوت الجانب الآخر أظهر لي الشجرتين يعني كل واحدة فيهم لوحدها ولكن يعني الحاجة اللي أنا خدتها من هنا قالت لي إن الشجرة دي موجودة في المكان دوت من الإحداثي اللي هو الرأسي دوت وهنا برضو نفس المكان هنا مكان مختلف هنا في نفس الاتجاه دوت بس ما عنديش أي فكرة الحقيقة هي موجودة في أي مكان بقى في الخط دوت باستعمال الصورتين دول مع بعض ممكن أعرف يعني من هنا ومن هنا ممكن أعمل حاجة زي يعني مكان أو الخط اللي هو احتمال يبقى موجود فيه الشجرتين ممكن أجيب من هنا خط ومن هنا خط وبيتقاطوا هما الاتنين في نقطة أعرف إن النقطة دي بتاعت الشجرة الأولى وإن النقطة دي بتاعت الشجرة التانية فمن هنا أقدر أحدد مكانهم بالضبط من صورتين فهي الفكرة الأساسية بتاعت الأشعة المقطعية إن إحنا عندنا دلوقتي معلومات عن الأماكن الموجودة داخل الجسم ما نقدرش نجيبها من صورة واحدة بس من صور الإسقاط اللي زي الأشعة السينية العادية فإحنا بنتطر إن إحنا ناخد صور من جهات مختلفة والصور اللي من جهات مختلفة دي بندخلها على الحاسوب والحاسوب بيحسب لنا الصورة بدلالة المعلومات اللي جاية لي من الاتجاهات المختلفة دي طبعا كل اتجاه مختلف بيديني معلومات جديدة فبالتالي بقدر إنا أستفيد منها زي ما استفدت هنا في المشكلة بتاعت تحديد مكان الشجرتين دول هنا عشان عندي شجرتين بس كنت محتاج صورتين إنما لو عندي شجر كتير هنا كنت أحتاج أكتر من كده وده اللي إحنا الحقيقة بنعمله في الأشعة المقطعية ونكون دي الصورة في طريق التصوير دي الفكرة الأساسية اللي مبنية عليها الأشعة المقطعية هي فكرة الإسقاط الخلفي الأسقاط الخلفي هي يعني عكس الإسقاط العادي الإسقاط العادي أنا كنت بعمل يعني أعمل أشعة أو أبعت أشعة من خلال الجسم والأشعة لما أخذها الجسم دي تعمل لي إسقاط للجسم على اتجاه معين ممكن يبقى الإتجاه ده والإتجاه ده والإتجاه ده والإتجاه ده او يستنتج بيها الجسم اللي انا صورته فالفكرة الاسقاط الخلفي في الحاسوب ان انا باخد الاسقاطات اللي هي فيها تراكب واللي هي ما هياش في حد ذاتها كافية ان هي تكون للجسم بجمع المعلومات اللي جاية لي من اتجاهات مختلفة عشان في الاخر اقدر استنتج الجسم زي ما تقريبا صورته بنفس التفاصيل بتاعته بنفس كل حاجة طبعا الفكرة دي ايمة اساسا على وجود حاسوب او كمبيوتر وطبعا عشان كده الحقيقة الاختراع او التطوير بتاع جهاز الاشياء المقطعية ما ابتداش يبقى موجود الا في السبعينات لما بقى فعلا الحاسوب الموجود ونقدر نحن نستعمله علشان نقدر نكون دي الصورة فناخد مثال على الاسقاط الخلفي لو احنا تخيلنا ان احنا عندنا صورة بالشك ده كده فيها نقطة بيضة وبقية النقط اللي حواليها سودة لونها اسود او لونها اغمق منها بكتير انا باخد دلوقتي اسقاطات يعني دي كل دي كل واحدة من دول عبارة عن اسقاط بتاع نفس الشك ده كده على اتجاهات مختلف فلو بصينا هنا لقى الاسقاط نفسه عبارة عن الجزء اللي فيه نقطة بيضة هنلاقيه عالي شوية وبقية الاجزاء هنلاقيها يعني تطبر منخافضة عن الجزء اللي فيه نقطة بيضة لو انا جاي دلوقتي بعمل اسقاط خلفي باخد كل واحدة من الاسقاطات دي وببتدي اتحرك بيها يعني اخد القيمة اللي هنا دي واملى بيها المصفوفة بتاعة الصورة دي اللي اصاد النقطة اللي هي عالية دي لو انا عندي عدد من الاسقاطات بالشك ده كده وبجمعهم كلهم مع بعض هلاقي ان فعليا هلاقي ان بقى فيه عندي حاجة زي النقطة ما كان النقطة اللي هو الاصلي اللي كان موجودة عندي في الصورة الاصلية ابتدى يبقى مرتفع لان كل الاتجاهات شايفة نفس النقطة دي مرتفعة فبالتالي لما جمعتهم مع بعض هلاقي ان الجزء اللي هنا ده بقى مرتفع عن باقية الاجزاء التانية طبعا هنلاقي ان الاجزاء التانية دي ما كانتش موجودة في الصورة الاصلية بس يعني ده واحدة من العيوب بتاعت الصورة اللي بيلاقيها في الأشعة المقطعية بس أهم حاجة أن الأجزاء اللي لاها أهمية اللي هي زي الجزء اللي في النص دوت ادينا أن احنا نستنبطها بشكل دقيق هناخد مثال تاني لو احنا عندنا صورة بالشكل ده كده عبارة عن يعني شكل يعني موجود فيه دائرتين ودائرتين دولهم لونهم عالي شوية أو درجة الإضاءة بتاعتهم أعلى شوية من الجزء اللي حواليهم فلو احنا أخدنا لها إسقاط في الاتجاه اللي هو الرأسي هلاقي إن شكل الإسقاط بيبقى عامل كده لو أنا عملت إسقاط خلفي بمعنى كده خدت الإسقاط الخلفي اللي هو كان قيمته عالية دي وماليت بيه الاتجاه ده كله يعني بأخد القيمة اللي جاتلي في الإسقاط دي واملى بيها الصورة من أولا غيرت أخيرا لو خدت إسقاط في اتجاه تاني مثلا الاتجاه اللي هو المايل ده كده وجمعت الاتنين على بعض هلاقي إن بتدي يبقى فيه عندي هنا مكان اللي هو مكان النقطة البيضة دي يبتدي يبقى أبيض زيادة لو زودت كمان هلاقي إن بقى فيه تحديد أحسن شوية لو زودت عدد أكبر بقى هلاقي إن يبتدي فعلا يبقى فيه عندي هنا النقطتين دول يبتديوا يبقانوا فعلا كل ما قتر عدد الإسقاطات اللي أنا بأخدها بقدر أحصل على حاجة شكلها قريبة قوي من الشكل اللي عندي هنا دوت لغاية لما وصل نبقى عندي عدد كبير من الإسقاطات بستعملها علشان أبني بها الصورة بقى إن بقى فيه عندي حاجة مشابهة جدا للحاجة اللي كانت موجودة عندي هنا فطبعا الفكرة البسيطة دي الحقيقة ساعدتنا عشان نقدر نحن نكون صور والصور دي بتعبر عن حاجات داخلية داخل الجسم يعني ما هياش خارجية وما هياش إسقاط فبالتالي نقدر نستفيد بيها إن احنا نشخص الأجزاء الداخلية من غير ما تكون متركبة على بعضيها في الصورة بتاعة التصوير الطبي هناخد بقى مثال عملي على حساب الصورة بطريقة الإسقاط الخلفي هناخد هنا في الصورة دي ده عبارة عن دي صورة اللي هي اللي احنا مستعملها عشان نبتدي نعمل عليها الإسقاط وبعد ذي كان نعمل لها إسقاط خلفي دي الصورة اللي احنا مكونينها ده عشان نشوف بقى فكرة بتاعة عدد الإسقاط اللي احنا بناخدها طبعاً كل إسقاط بناخده في زاوية مختلفة فهنا الرقم ده بيعني لي إن أنا خدت كم زاوية أنا هنا خدت أربع زاوية بس فأربع زاوية اطلاء لي صورة سيئة جداً والصورة السيئة جداً دي لو أنا طرحتها من الصورة دي عشان شوف الخطأ نفسه في الصورة دي هلاقي يعني الخطأ عالي جداً لو بتغييت بقى ان انا اكرقى ان انا اخلي بقى الصورة ان فيه حاجة جوه اه. لما تبقى اتنين وتلاتين تطلع لنا احسن شوية. لما تبقى اربعة وستين كمان. هلاق ان الصورة ده تحسن زيادة وزيادة. دي ما احنا شافين كده. لما تبقى مية تمانية وعشرين. هلاق ان هو برضو الصورة الحاجات اللي هي اللي موجودة برا دي اللي هي شكلها مش مزبوط دي بتبقى تبقى مزبوطة. ويبتنى اللي بقى شكل الصورة فعلا ما نقارن صورتين دول ببعض. هلاق ان فيه فعلا الاتنين قريبين جدا من بعض. لما ناخد بقى مية ستة وخمسين زاوية. هلاق ان فعلا الصورة اللي كوناها او حسبناها هنا تقريبا نفس الصورة الاصلية اللي احنا كنا بتدينا بها. فبالتالي بيبالينا كويس قوي نحنا كل ما اخدنا عدد من الزوايا وعدد من الاسقطات اكتر. كل ما قدرنا ان احنا نحسب الصورة بشكل اضاق. كل ما خلينا عدد الاسقطات اقل. كل ما كانت الصورة الجودة بتاعتها مش عالية. البرنامج دوت الحقيقة ده عبارة عن حساب حقيقي فعلا لصور. وده الحقيقة اللي بيستعمل فعلا في المكان بتاع الاشياء المقطعية. وده انا حبيت ان انا واريكو الطريقة نفسها بتشتغل ازاي علشان نبقى متخيلين برضو الطريقة بتاعت حساب الصورة عاملة ازاي. والفرق اللي بيحصل نتيجة لعدد الاسقطات اللي احنا بناخدها من الصورة علشان نكون الصورة اللي احنا بنعملها داخل الحاسوب. نتكلم دلوقتي على طريقة الحصول على البيانات في الاشياء المقطعية. الحقيقة ابتدى الاشياء المقطعية في اول جيل ليها ابتدت بحاجة اسمها الاشياء المتوازية. جيل الاشياء المتوازية. جيل الاشياء المتوازية كان بيستعمل يعني حاجة زي مصدر اشياء بتاعت اشياء سينية. وقصاده هنا حاجة زي يعني حساس للاشياء السينية بحيث ان هو يعني يقيس الشدة بتاعت الاشعة اللي وصلاله من داخل الجسم اللي جاية من هنا ودخلت بعد كده داخل الجسم وجات له بعد كده هنا في الحساس دوت فدلوقتي في الاول خالص كنا بنحتاج ان احنا ناخد كذا صورة عشان محتاجين ناخد اسقاط لكامل الجسم اللي احنا بنحاول نصوره تبالتالي كان دوت بيتحرك ودوت بيتحرك ابتدت الناس تحس ان الحركة اللي هي بيتحرك هنا بشكل يعني خطي وبعد كده بيتطر بعد كده يلف عشان يعمل الاسقاطات المختلفة اللي من زوايا مختلفة فدي كان بتاخد وقت طويل الحقيقة وكانت صور بتاخد وقت طويل جدا على بال ما يتم الحصول على البيانات بتاعتها فابتدت الناس تستعمل بدل ما تستعمل يعني اشعة متوازية ابتدت تستعمل اشعة بشكل يعني يعني اكتر يعني انسيابا يعني ما هواش خط كده لا احنا بتريد ناخد حاجة شكلها يعني زي مروحة كده وده خلى الدنيا تبقى أسرع شوية بعد كده ابتدت الناس بدل ما هي يبقى في عندي حركة هنا قللنا هنا حركة هنا شوية بدل ما في هنا حركة لغينا الحركة دي خالص وخلينا نفيه بس اللي هي المصدر بتاع الأشعة السينية بيلفوا قصادوا مجموعة من الحساسات اللي بيتقس لي الأشعة السينية اللي دخلت جوه الجسم وطلعت في الآخر خالص بقى علشان نخلي الحركة بتاعت الجزء المتحرك ده خفيفة خلينا بس المصدر بتاع الأشعة السينية هو اللي بيلف وكل الحساسات مالية لكل الانتجاهات اللي موجودة عندنا بالشكل ده كده بحيث ان وزنها ما يبقاش داخل معايا في الجزء اللي بيتحرك لو احنا بصينا على مكانة حقيقية هلاقي المكانة الحقيقية دي فعلا بيبقى فيه عندي هنا مصدر أشعة موجود هنا والأشعة بتخش داخل العيان بالشكل ده كده وفيه تحت مجموعة من الحساسات مجموعة الحساسات دي هي اللي بتقدر تقس لنا قيمة بتاعت الأشعة السينية اللي داخلت جوه المريض وطلعت بيبقى فيه بعد كده الحساسات دي بتبقى متصرة بجزء يسمح لنا ناخد البيانات داية وندخلها جوه الحاسوب وتبتدي بعد كده عملية حساب الصورة من البيانات دي الحقيقة الطريقة دي كنا بنسميها طريقة بتاعت الأشعة المروحية دي هي التقنية الحالية دي وابتدت لوقتي مش بس يبقى فيه عندنا أشعة مروحية واحدة ابتدت يبقى فيه عندنا كمان ممكن يبقى فيه عندنا أكتر من مصدر للأشعة السينية وأكتر من حلقة من حلقات الحساسات اللي بتشك ده كده بحيث بقى عندنا حاجة بنسميها الأشعة المروحية متعددة شرائح يعني ممكن بنفس اللفة هو بيلف كده يقدر يحصل على عدد من الشرائح من شريحة واحدة التطور اللي بعد كده جاء هو الاشياء المخروطية والاشياء المخروطية الحقيقة فيها بنقدر بدلا ما يبقى فيه عندنا اشياء متعددة للشراح بقى عندنا فيه شعاء واحد بس والشعاء الواحد بس ده يقدر يحصل لنا على شريحة في نفس اللفة فده الحقيقة واحد من التطبيقات الجديدة في الأشعة المقطعية والحقيقة مسته أنه هو أكتر كفاءة وبيعرض العيان لقيمة أقل من الأشعة السينية فبالتالي بيكون أأمن على العيان من الأشعة المروحية متعددة الشراع نبتلقى دلوقتي نتكلم على الأشعة المقطعية اللي بنستعمل فيها إشاعات من داخل الجسم دي بنسميها تصويب بأشعة البوزيترون المقطعية أو PET نبص كده على فيلم يقول لنا إيه اللي بيحصل بالضبط في عملية تصوير بأشعة البوزيترون الطبيب بيحقن المريض بنظير مشاع والنظير المشاع ده بيوصل لمكان التصوير هنا في الوضع دوت هو بيصور المخ فبتدي ياخد الإشاعات اللي طالعة دي يبتدي يبني بها صورة بالشكل اللي احنا شايفينه هنا دوت كده يقول لنا الأماكن اللي فيها النظير المشاع اللي وصل لها هي فين بالضبط دي بتعتمد على الوظيفة بتاعة المخ وتعتمد على نوع النظير المشاع نفسه فالصورة دي طبعا مهمة جدا بنسبالنا علشان بتقول لنا إذا كان المخ بيعمل بطريقة سليمة ولا لا لأن هي بتعتمد على طريقة تمثيل الغذائي بتحصل إزاي النظير المشاع اللي بيتحين هو نفسه بيبقى حاجة نوع من أنواع المواد اللي هي ما هياش ثابتة بتنحله وتوصل إن هي تطلع بوزيترون من النواة بتاعتها وتبقى بعد كده نواة ثابتة ما بيحصلش بعد كده أي تحلل تاني البوزيترون هو ماشي بيبقى طبعا خارج النوع عطوب بيبقى فيه عندنا الإلكترونات بتاعة الزهر نفسها موجودة فطبعا عندنا البوزيترون بيبقى إيجابي موجب والإلكترونس آهلي فالاتنين بيتحدوا مع بعض ويعني بيتحللوا تماما يتتحول كل الكتلة بتاعته بتتحول لطاقة وطلع لنا فوتونين أو يعني طلع لنا يعني طاقة بشكل إشعاعات بشكل لها شايفينه هنا دوت والإشعاعات دي بتطلع بشكل 180 درجة بينهم 180 درجة يعني بيتطلع واحد الاتجاه الدوت واحد الاتجاه التاني وبينهم 180 درجة أنا بيبقى عندي هنا مجموعة حساسات بتحس بالإشعاعات اللي جاية دي في نفس الوقت بتقدر بإنهية إيس الوقت اللي وصل في الإشعاعات دوت والإشعاعات التاني بيحس أنها تقدر تحدد مكان النقطة اللي جاء الإشعاعات منها فين بالظبط وعلى اساس كده بتبني صورة بألوان مختلفة الألوان المختلفة دي تقول لي ان كل مسلا هنا اللون مكان أبيض كل مكان دوت فيه إشعاع وممكن تبقى بألوان مختلفة يعني مسلا هنا الأحمر بيعني ان هو أعلى هنا الأصفر بيعني ان هو أعلى وهكذا طبعا الميزة بتاعة الأشعة دين هي بتعتمد على الوظيفة فبالتالي أنا ممكن أنا أعمل تجربة ويبقى في عندي حاجة ما بعملش فيها الوظيفة دي وأطرح لكتين من بعض أعرف الأماكن اللي بتحقق فيها الوظيفة دي وبيتعلمها في الآخر صور ممكن ان نحن نحطها أو نوقعها على صور أشعة مقطعية عادية بهيس ان احنا نقدر نعرف في الأشعة المقطعية الأماكن اللي كان بتحقق الوظيفة دي فين بالزبط ودي طبعا تطور كبير حقيقة في التصوير لأنه هو بيجمع بين التصوير الوظيفي اللي هو بيمثله أشعة المقطعية والتصوير التشريحي اللي هو بدقة عالية اللي بيتحقق فيه الأشعاء المقطعية العادية بالنسبة لحساب صورة أشعة البوزترون المقطعية الفكرة فيها الحقيقة هي كشف التزامن لمعرفة موقع مصدر إشعاء البوزترون يعني هنا عندي بيبقى فيه أماكن فيها إشعاع والإشعاع ده زي ما قلنا كده بيبقى يعني بيبقى فيه إشعاعين واحد النحية دي واحد النحية دي بينهم 180 درجة فلو أنا النقطة دي هنا يبقى معنا كده أن أنا ممكن نقولي أن النقطة دي مثلا في النص بين النقطة دي ونقطة دي إنما لو أنا النقطة دي مثلا في المكان دوت هلاقي أن المسافة دي أعصر بكتير جدا مسافة تانية فالفكرة في كشف التزامن دوت نو بيبص للحساسات اللي أصاد بعض بالشكل ده كده وبحسب الإشارة أو بحسب الإشعاعات اللي طلعت دي وصلت هنا إمتى بالنسبة لهنا يقدر يعرف المكان بتاع الإشعاعات فين بالزبط وبالتالي يعني يعني يبقى عارف أن المكان ده طلع منه إشعاع بمقدار كذا ومكان ده طلع منه إشعاع بمقدار كذا وهكذا ويقدر أن هو يحطه بشكل صورة بالشكل ده كده بيخلي فيها كل مستوى من مستويات الإشعاع لها درجة لون معينة بحيث لما الطبيب يقدر يبص عليها يعرف أنهي مكان فيه إشعاع أكتر من المكان التاني طبعا الجهاز نفسه زي ما احنا شفنا هو عبارة عن مجموعة من الحساسات اللي بشكل ده كده على هيئة حلقة وهي بتحس بيه الإشعاعات اللي طلع من من التحلل البوزيترونيات اللي طلع أو اتحادها مع الإلكترونيات اللي موجودة فيه خارج النواة وبالتالي بناخد الفرق بقى بين الزمن بتاع وصول الإشعاع لهنا من هنا للكمبيوتر عشان يحسب التزامن اللي بينهم أو الفرق التزامن اللي بينهم ده ده إيه ومنه نقدر نحسب الصورة بتاعة الأشعة البوزيتروني المقطعية أشكركم ونحسوا متابعيتكم ونلتقي في جزء الثاني من المحاضرة الخمسة إن شاء الله اشتركوا في القناة